كيف تنتقم من المرأة أنرجسية؟ في كثير من الرجال بس يطلعوا من العلاقة مع المرأة أنرجسية بصيروا يحكوا إنه أنا بدي أنتقم من هاي المرأة اللي ضحكت علي اللي استغلتني مادياً وعاطفياً ونفسياً بدي أنتقم من المرأة اللي خانتني أمام عيني الثنتين بدي أورجيها إني أنا كنت كاشفها من بداية العلاقة لكن أنا استمريت معها في هاي العلاقة لإنه أنا بحبها لإنه أنا متعلق فيها بدي أورجيها أنه أنا مش مثل باقي الرجال لكن السؤال المهم هون هل فعلا الانتقام هو الحل لهذه المشكلة؟ عشان هيك يا صديقي الرجل بدي إياك تركز بشكل جيد لأنه راح أحكي لك التفاصيل اللي بتهمك بخصوص هذا الموضوع بناء على القصص اللي بتوصلني من خلال المتابعين اللي وقعوا بعلاقات سامة مع المرأة النرجسية طبعا يدعمني باللايك والاشتراك في هاي القناة وخلينا نبلش خلينا بالبداية نحكي عن طبيعة مشاعرك بعد انتهاء هاي العلاقة وبعد اكتشافك إلى أنه المرأة اللي أنت كنت تتعامل معها مرأة متلاعبة ومرأة نرجسية بالطبع بعد انتهاء هاي العلاقة راح تشعر أنت بالغضب الشديد ورغبة كبيرة جدا في الانتقام من هاي المرأة وغير هيك أنت بتلوم نفسك عن الأفعال اللي كنت تقوم فيها في الماضي خلال علاقتك مع المرأة النرجسية وفوق كل هيك بتتمنى أنه يرجع الزمن للخلف عشان تتعامل معها بالطريقة الصحيحة اللي تكلمنا عنها كثير في الفيديوهات السابقة عن الشخصيات النرجسية بشكل عام وغير هيك بتحكي لحالك يا ريتني شفت الفيديوهات المتعلقة بالمرأة النرجسية خلال علاقتي معها عشان أقدر أوقفها عند حدها وأقدر أنا أتلاعب فيها بدل ما هي تتلاعب فيها وطبعا مشاعر الغضب والتوتر الموجود عندك راح تأدي إلى اتخاذ قرارات عاطفية والقرارات العاطفية أبدا ما راح تكون لصالحك بالعكس راح تفوتك بمشاكل يعني أنت بالفعل بغناء عنها لأنه من خلال طريقة تفكيرك هاي أنت قاعد بتفكر أنه تفضحها أو ترفع عليها قضية أو من الممكن تفكر أنه تأذيها بأي شكل من الأشكال وبالطبع كل هاي التصرفات ما راح تكون لصالحك بالمرة بالعكس راح تكون ضدك وراح توقعك بمشاكل كثير كبيرة ومن الممكن أنك تخسر أشياء كثيرة في حياتك بينما المرأة النرجسية يعني إذا أنت قمت بهاي التصرفات باتجاهها هي ما عندها إشي تخسره عكسك أنت عندك أنت سمعتك راح تخسرها عندك عائلتك ومثلا قيمتك الاجتماعية عندك عملك عندك فلوسك يا أخي اللي فلوس اللي أنت تعبت عشان تطلعها راح تضيع فلوسك على قضايا وعلى تعويضات وعلى أشياء كثيرة عدا التعب النفسي والتفكير المفرط في هاي العلاقة وغير هيك أنت بدل ما تنهي العلاقة وتبتعد عن هاي المرأة النرجسية بشكل كامل لما أنت تحاول تنتقم منها بأي شكل من الأشكال أنت قاعد بتغرق حالك بمشاكل أكبر بكثير من المشكلة اللي فعلا موجودة بينك وبينها لأنه من الممكن الغضب والتوتر والحقد الموجود عندك يخف بشكل تدريجي مع الوقت يخف بشكل تدريجي مع زيادة الوعي والإدراك الموجود عندك بينما إذا أنت قمت بالانتقام من هاي المرأة النرجسية راح تضلك بنفس المستنقع وراح تضلك على تواصل مع هاي المرأة اللي أنت متعلق فيها على الرغم من غضبك الشديد باتجاهها بدي أحكي لكم مثال بسيط عن طريقة الانتقام الخاطئة اللي ممكن يعملها الرجل باتجاه المرأة النرجسية وطبعا هاي القصة حقيقية وواقعية من أحد الأشخاص المتابعين اللي كانوا يتواصلوا معاي هذا الشخص كان دافع مبلغ معين لهاي المرأة النرجسية من ناحية هدايا من ناحية ممتلكات وبالطبع هذا الرجل بعد ما اكتشف إنه هاي المرأة متلاعبة قرر إنه يروح عند محامي عشان يرفع عليها قضايا ويسترد الفلوس اللي دفعها على هاي المرأة لكن مع الأسف الشديد ما كان الموضوع بهاي السهولة لأنه المرأة المتلاعبة والمرأة النرجسية كانت ذكية وراحت تمان هي عند محامي ورفعت قضايا باتجاه هذا الرجل وطبعا لما يصير في قضايا بين الطرفين هون الرجل البريء أو يعني الرجل اللي اتعرض للتلاعب من قبل المرأة النرجسية راح يدفع مبالغ مضاعفة عشان يدافع عن نفسه وهاي المبالغ بتكون موجهة للمحاكم وللمحامي اللي مستلم هاي القضايا فبدل ما هو مثلا يخسر عشر تلاف دولار ويروح يختفي عنها ويحاول يتعافى لا هو خسر عشر تلاف دولار على سبيل المثال وخسر فوقها كمان المبالغ الطائلة اللي حطها بالقضايا والمحاكم ضد هاي المرأة النرجسية وغير هيك من الممكن اصلا ما يربح هاي القضية ومن الممكن يدفع تعويضات لهاي المرأة لانه بالتأكيد من الممكن انها تتلاعب وتزور اوراق معينة عشان هيك قبل ما تنتقم من المرأة النرجسية من المفروض انك تفكر بطريقة عقلانية ومنطقية ومش غلط كمان لو طلبت المساعدة من شخص مختص في هذا الموضوع عشان يحكي لك شو هي العواقب اللي ممكن يعني تواجهها في المستقبل نتيجة الانتقام اللي انت بدك تقوم فيه حاليا بدي احكي لكم بعض الافكار الخاطئة اللي بتكون عند الرجال بس يطلعوا من العلاقة مع المرأة النرجسية هم بيحاولوا ينتقموا بيحكوا لحالهم انا بدي اثبت لهاي المرأة انه انا كشفتها بدي اوريها انه انا كاشفها من زمان وانه انا شخص مش سهل بالمرة وطبعا هاي الفكرة خاطئة مية بالمية لانه انت اذا بدك تقعد تثبت حالك للجميع هيك انت ما بتخلص من المفروض انك انت تكون واثق من نفسك واثق من قراراتك واثق من الاشياء اللي كنت تعملها بالماضي وبالمستقبل فاذا انت فكرت انه انا بدي اروح اثبت لهاي المرأة انه انا كاشفها وانه انا شخص مش سهل فهذا بدل على انه انت تقديرك لذاتك منخفض جدا وبدل على انه انت تاخد تقديرك لذاتك من خلال هاي المرأة المتلاعبة المفروض انه انت ما تعطيها اي قيمة الفكرة الخاطئة الثانية اللي بتكون عند الرجال بعد انتهاء العلاقة انه بحاول يرجع المرأة النرجسية للعلاقة عشان يتلاعب فيها هو بصير يحكي بينه وبين نفسه خلص انا بدي احاول اعطيها البدهية وبس هي ترجع تتعلق فيي انا راح اصير اتلاعب فيها مثل ما هي كانت تتلاعب فيه وطبعا هذا التفكير خاطئ مية بالمية اول اشي لانه هي مش متعلقة فيك هي كانت تستخدمك كأداة عشان تتلاعب فيك وتحصل على الاشياء اللي هي بدهياها منك ثاني اشي انت هون الطرف الاضعف في هاي العلاقة كلينا نكون صريحين انت عندك مشاعر باتجاه المرأة النرجسية انت كنت تحبها انت كنت متعلق فيها على الرغم من انه انت بتمتلك غضب شديد وحاب انه تنتقم من هاي المرأة الا انه انت فعلا مشاعرك الداخلية باتجاهها فيها حب وفيها تعلق فاذا رجعت هاي المرأة للعلاقة وبلشت تتلاعب فيك من اول وجديد وتعملك مرحلة قصف الحب من اول وجديد انا بكون متأكد انه هي راح تنسيك كل الماضي اللي كان بينك وبينها وراح ترجع تتلاعب فيك من اول وجديد فهاي الفكرة كمان خاطئة وغير هيك انت راح تفوت بعالم من التلاعب انت بعيد اصلا عنه بينما هاي المرأة النرجسية الخبيثة جدا هي اصلا بيئتها تلاعب هي بيئتها استغلال وما الاخره فبالتأكيد قد ما انت حاولت انك تتلاعب فيها وتستغلها مثل ما هي كانت تعمل معك ما راح تطلع معها براس ليش؟ لانه هي راح تكرس حياتها ويومها بشكل كامل عشان تتلاعب فيك بينما انت ما راح تقدر تكرس كل حياتك عشان تقعد تتلاعب بمرأة نرجسية ليش؟ لانه مثل ما حكيت لكم في النقاط السابقة انه انت عندك حياة خاصة فيك عندك اشياء كثيرة تخسرها من ناحية العمل من ناحية الفلوس من ناحية العائلة من ناحية سمعتك يا ابن الحلال عشان هيك حاليا لازم تركز معهاي بشكل جيد لانه راح احكي لك الطريقة الصحيحة للانتقام من المرأة النرجسية شو ما كانت اول اشي لازم تعمله انك تقطع التواصل بشكل كامل مع هاي المرأة النرجسية وفي حال كان بينكم اطفال او يعني لازم انك تتواصل معها خلي في وسيط بينك وبينها هو اللي يوصل اخبارك او ياخذ الاخبار منها في حال ما قدرت انه تحط وسيط فحاول انه يكون التواصل بينك وبينها عبارة عن تواصل سطحي وللضرورة فقط وما تخليها تعرف اي خبر عنك ثاني اشي لازم تعمله عشان تنتقم من المرأة النرجسية انك تتعافى من هاي العلاقة وتنفصل عاطفيا عن المرأة النرجسية لانه انفصالك عاطفيا عن هاي المرأة راح يمكنك من انه تبتعد عنها وتعيش حياتك بشكل طبيعي وبالطبع هذا الاشي راح يخلي المرأة النرجسية تنجن لانه هي مش قادرة تتلاعب فيك مثل ما كانت تتلاعب فيك من زمان راح تنجلط وتنجن لانه انت بطلت مضمون بالنسبة لها لانه انت بطلت احد الممتلكات اللي موجودة عندها مثل ايام زمان ومثل ما احنا بنعرفه مثل ما حكيت في فيديو ندم النرجسي الشديد بعد انتهاء العلاقة فالنرجسي بيندم لما يخسر مصدر تزويد نرجسي ثمين مثل حضرتك ثالث اشي لازم تعمله عشان تنتقم من هاي المرأة انك تشوف شو هي الاشياء اللي كانت تتبعدك عنها المرأة النرجسية من الممكن المرأة النرجسية حاولت انها تعزلك عن العائلة او عن الاصدقاء او حاول تتخرب لك عملك وتحبطك وما الى اخره فشوف شو هي الاشياء اللي كانت تتبعدك عنها وحاول انك ترجع تعملها حاول انك ترجع تتواصل مع اصدقاءك حاول انك ترجع تمارس الرياضة انك تبني جسدك بشكل جيد وملفت للانظار طبعا هذا الاشي بس تشوف المرأة النرجسية انه انت عايش حياتك بشكل طبيعي بعيدا عنها ومش مكترث لوجودها هذا الاشي بخلي عندها حافز انه ترجع للعلاقة عشان تدمرك من اول وجديد او تتحكم فيك وتسيطر عليك من اول وجديد لكن انت هون راح ترفض هذا الاشي وتستمر في حياتك بشكل طبيعي رابع اشي ممكن يخليك تنتقم من المرأة النرجسية بشكل كثير كبير ويخليها تعض اصابيعها ندم على انه هي تركتك انك تطور من نفسك وتنجح في حياتك وبالطبع انك ما تنكسر ما تخليها هي تشعر بلذة الانكسار تبعك بعد ما هي طلعت من هاي العلاقة لانه الشخصيات النرجسية بشكل عام بعد انتهاء العلاقة بقعدوا يراقبوا بالضاحية السابقة بيشوفوا هل هو هذا الشخص منكسر هل هو متأثر جدا بغيابي عنه فاذا هي شافتك انه انت منكسر فهيك هي بتحصل على لذة انكسارك وعلى لذة الانتصار بينما اذا انت اشتغلت على حالك وطورت من نفسك وانجحت في حياتك بمختلف المجالات فهذا الاشي بيعطيها انطباع انه انت شخص قوي وغير مكترت لوجودها اصلا بحياتك بالعكس هي اعطتك حافز للنجاح والاستمرار في حياتك بشكل قوي وحاليا رح احكي لكم النقطة المهمة للانتقام من المرأة النرجسية واللي هو عند عودة المرأة النرجسية للتواصل معك مثل ما احنا بنعرف انه الشخصيات النرجسية مهما طال غيابها في احتمال كثير كبير انهم يرجعوا يتواصلوا معك فلما ترجع المرأة النرجسية تتواصل معك من اول وجديد بدي اياك توضح لها انه هي شخص غير مرغوب فيها في حياتك بدي اياك تتجاهلها بدي اياك تتعامل معها بفوقية وتورجيها انه انتي ما بتسوي اي اشي في حياتي ومن الافضل انه انتي تبتعد عني وتروحي وما تورجيني وجهك من اول وجديد وبعرف انا انه هذا الموضوع راح يكون صعب عليك وبعرف انه راح يكون عندك مشاعر غضب كثير كبيرة باتجاه المرأة النرجسية لما ترجع وبتتمنى انه انت يعني تواجهها وتحكي لها واحد ثنين ثلاث او تقعد تلومها وما الاخري لكن انا بدي اياك تتجاهلها وتعملها بلوكات وتبطل تشوفها باي يوم من حياتك يعني بدي اياك تطلعها من حياتك بشكل كامل عشان هيك بدي اياك دائما تتذكر الطرق الخبيثة اللي قامت فيها المرأة النرجسية بالانتقام منك خلال هاي العلاقة لانه هاي الطرق الخبيثة بتعطيك الحافز بانك تستمر في التعافي وبتعطيك الحافز عشان انت تتطور وتنجح في حياتك واذا انت مش عارف شو هي الطرق الخبيثة اللي استخدمتها المرأة النرجسية عشان تنتقم منك وعشان تحطم لك قلبك فأنا عملت فيديو كامل عنه راح حطلكم اياه في شاشة النهاية